هذا هو المنتزه الملالي هنا هنا سخونة لا شيء واحد في الحقيقة كان عيون بزاف هنا في المنطقة هذه كلهم سخونات وفيهم أملاح معدنية بحل الكبرية لكي تعالج بعض الأمراض الجلدية بسم الله السلام عليكم ورحمة الله أتمنى من الله تكونوا بي خير والأخير وفي صحة جيدة إن شاء الله هذا النهر هذا رحنا متواجدين في منتزه حامات ملالي هالعين هذي اسمتها عين ديال ملالي يرح موجودة على الضفة ديال النهر ملوية الضفة اللي تنتمي لتقسيم الإداري الجهة ديال زايو ولاد ستوت جماعة ولاد ستوت مدينة زايو وبالضفة الأخرى كان جماعة شويحية إقليم بركان الضفة هذا النهوذو ثم نشوفوا المناظر والملامح منتزه هذا ونطلبهم للإخوان الزوار اللي يأتيوا لهذا لهذا النقطة هذه يحاولوا يضعون معهم الزبل ديالهم لي جاب شيئا يضعون معه حسن ما يرمي هنا يخلل الآثارة بدياله هنا هذا الزوابي وهذا نشوفوا هل نظرع لعين الكبيرة عاد نمشوا له مناظر زينة والمياه موجودة ولكن النظافة شوي وصافي نطلبهم من الزوار اللي يجو لهذا منطقة هذي حافظوا عن النظافة لهذا المكان هذا اللي يجمع شي حاجة يأكله ويشرب مع الرسو بصح ذاك الخوال وذلك الزبل ديالو يديه معه والله هو بحال هكذا هكذا هالمبادار أدير في الصلاح فبيدون انتع الصلاح نحن وصلنا لحمة بصعي باليث المشي إنسا ماهيش نصور يمكن فرع راشد ايوه الغال وصح هذه هي العين حامة ملعلي الرئيسية هذا غد ذلك يا عموهنا من هناك أنت تصوروا مننا وبصورتنا بكسر حانبار لحمة الشخص ولوه كثير مننا اصغروا موهنا هانا المشي أصبح هنا هناك مناظر أغلب الزوابي هذه كم سورنا كم سورنا المنتجة ملائلي لكن هذا سوف نتحرك سوف نتحرك سوف نتحرك لديهم أعلى لديهم أعلى ونسى هذا السلام عليكم السلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم نسجل المنشف سوف نتحرك هذا نهر ملوية وهذا سوف نتحرك الأطلس الكبير وهذا سوف نتحرك سوف نتحرك سوف نتحرك سوف نتحرك السلام عليكم السلام عليكم الصلاة أرى سوف نتحرك بال Williams سوف نرى الأطلس السلق سوف نرى وداعها الزياطي هذا نهر ملوية ذكرهم يعموف ملوية والحمد الملعلي اسمتها القبر هنا تحت هذه الجرهة لنهوده صورة عن قرب يلا سوفيا يلا هود هذه هي عين القبر حامة ملعلي هذه حامة ملعلي هي مجموعة العيون التي تخرج بالضفة للواد الملوية وهي سخونة وفيها أملاح معدنية حل كبريت هناك قسمتها هل تقسمتها هذين؟ لا لا هذين يوجد تقسمتها القبر هذين يوجد تقسمتها القبر لم يجب ان يترونوا الى الزيوان اضحوا الى الزيوان اخرى الانجر لذلك الزيوان هم هناك يأخر لن تكون مجموعة لن تكون هاى مجموعة هاى الانجر هذا هو الانجر هاى الانجر هاو الانجر يلو انجر اذهبوا الانجر يلا ترون الشوحية يلا يلا ترون الشوحية مشكلة هذه الوجهة في الوسط ما بين الاستود و جماعة الشوحية خواه خواه اه دقاء نحن نأكل بركان بارك الله هذا يوم السطاسيون يتطلق بركان هذا هو الماء نحن نشربوه في بركان هذا هو الماء وعلو يتطلق 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 موسيقى اوه 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 تحرك لوحة اقلت على السبا ملت بحرق عندك تحلنا سري ان شاء الله فرشة تولي بها لأ اشتركوا في القناة